يعني العراق اليوم في قلب المعركة في قلب الأزمة يعني واحدة من السيناريوهات المطروحة خلال السنوات الأخيرة هو اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط يعني لبنان سوريا العراق إيران إسرائيل وغيرها إضافة للقوى الإقليمية الأخرى والقوى الدولية لكن هذا السيناريو يعني ما زال يعني محدود الاحتمال لكن هناك ضربات وقائية إسرائيلية واضحة يعني تعلن عنها إسرائيل في العام الماضي أكثر من ألف ضربة إسرائيلية لألف موقع من المواقع الإيرانية الموجودة في سوريا تعتبرها إسرائيل مواقع عسكرية مخازن صواريخ صناعات كيميائية غيرها تهدد الأمن الإسرائيلي أيضا لننسى أن جزء من استراتيجية الأمن الأمريكي على صعيد الشرق الأوسط يعني تحديدا هو ضمان أمن إسرائيل يعني هذه كان يقولها الرئيس كلينتون ويقولها الرئيس بوش ويقولها الرئيس أوباما ويقولها الرئيس ترامب ويقولها الرئيس الحالي بايدن هذا مبدأ يعني أعلن عنه باستمرار مع كل الرئيساء الأمريكان الأمن القومي أو الأمن الوطني الإسرائيلي جزء من الأمن الوطني الأمريكي كما أن الأمن في الخليج هو جزء من الأمن القومي الأمريكي طبقا لعقيدة كارتر في 1979 والنافذة لحد الآن والتي استخدمت في الحرب على العراق عام 1979 المادة الثانية تضطي حق للرئيس بحق الدفاع الذاتي عن النفس بمعنى عندما يكون هناك تهديد للمصالح الأمريكية من حق الرئيس الأمريكي أن يوجه ضربة لهذه التحديات أو استراتيجية أو تبني دبلوماسية المهم من حق الرئيس الأمريكي يلجأ لاستخدام القوة المسلحة ضمانا للدفاع عن النفس لكن هذه الضربة مثل ما أشارت سابقة تكون محدودة ليست حرب واسعة النطاق مثل ما بوشي الإبن عندما في 2002 كان يريد حرب الاحتلال العراق وفشل في مجلس الأمن الدولي يحصل على القرار بسبب الموقف الفرنسي والألماني والروسي والصيني ذهب إلى التحالف أبري بريطانيا وأخذ قرار من الكونغرس وفي كل الأحوال حتى لو خرج قرار من مجلس الأمن الدولي يجب أن يأخذ قرار من الكونغرس لأن هناك في هذه الحرب كلفة الموضوع هنا ليس قرار الحرب أو السلام بيد الكونغرس لكن الكونغرس القرار عندما يصادق على حرب شاملة أو واسعة النطاق هناك كلفة في حينها قرر رصد 200 مليار دولار وتحمل كلفة هذه الحرب التي وصلت إلى أكثر من 3.5 إلى 4 تريليون دولار فقط الحرب على العراق والحرب على العراق وأفغانستان وسوريا كلفت الآن حسب الرقم اللي سمعتها أمس حوالي 9 إلى 10 تريليون دولار